أنا أتمنى أنه في مرحلتكم في مرحلة حكومة السيد الكاظمي هو يسمع الآن والله أفضحوهم يحلوا لكم وجه شعبكم أفضحوا الفاسدين لأنه أحنا دفعنا أثمان وصلنا الآن إحنا نجد رواتب الموظفين لحكام ورؤساء والله ما كان يجب أن يكونوا إحنا الآن حقيقة منصبين في إكمال ما يخصنا اللي هو الفاوزة أدن سكة الحديد اللي نربطها إذا أكملنا هذا ثق إحنا بعد معنا لأن العالم كلها مربطة بسكك ولكن أكو يدرس كيفية ربطة مع إيرانا ومع الدول الجوار والمردود اللي يجينا من خلال ترانسيت وغيرها بعد ما تكتمل أنت وضعك في اللي خاص بها هحبوا هالمختصين يردون هاي النقطة أنا ليش ركزت عليها هم الآن أنا بحسب قراتي وبحسب الطلاقي وهاي القروبات يقول لك إحنا نثق ما ننطي أي شيء أي ربط إلا أن يكمل الميناء ليصبح حقيقة أنا أقول لك ميناء الفاو يعني المخطط إلى إن شاء الله بثلاث سنوات ونص يكمل وإذا كمل في هذا فالربط السككي ما راح يقدر يكتمل حتى لو بدأوا بي في من إيران أو لكويت ما عدنا طريق الحرير بعد إكمال ميناء الفاو راح نصير دقة على قولت اليم كلا إيد لحصة نعم إحنا راح نكون مركز الثقل في طريق الحرير يعني إحنا راح نكون نقطة السنتر في قلب العالم وبالتالي كل البضاع هذه ميزة أنتم كيف ستتفاوضون عليها أو ستتفاوضون من خلالها مع العالم هذا الحديث حقيقة الآن سابق لأوانا أحنا راح نكمل موانئنا وبالتالي وسككنا إذا كملنا موانئنا وسكنا أنا أقول لك أجزم لك إنه الطريق الحرير الوحيد وأقرب طريق راح يمر به هو ميناء الفاو يعني لا راح يقدر يمر عن الكويت راح يكون بعيد إلا من خلال العراق ولا من إيران راح يكون تدريد إربط إيران هناك أدت سنيارة هذة موجودة ولكن هذه الربط أيضا أما كلفة أو بعد ولذلك أقرب شي هو ميناء الفاو إلى أوروبا